الكابوس الذي يسيطر على نتنياهو قد ينهي حياته السياسية واضطر بالفعل للاستقالة إذا تكرر السابع من أكتوبر عبر الجفة الشمالية لأن حينها كل من ضغط وحذر نتنياهو منذ البداية سيقول له حذرناك سواء من الوسط الإسرائيلي أو من الولايات المتحدة الأمريكية أو كثير من الدول العربية التي أطلقت تحذيرات بأن نتنياهو يتعامل مع الموضوع بشيء من الصلف والغرور بالقوى العسكرية طبعا بلا أفق سياسي لا يمكن حل أي مشكلة لأنها تبقى في الإسرائيلي السياسية ولكن السؤال بعد الضربة الموجعة التي لا يمكن تعويضها وهي ضرب الاتصالات أنت عندما تخذ حرب عزيزي سواء كانت كلاسيكية أو غير تقليدية أهم شيء هو الاتصالات بعدها يكون مراكز الإسناد والسيطرة تم ضربها بالكامل عندما لا يكون هناك ثقة بالتعامل مع البيجر ولا مع الوكي توكي ولا مع الهواتف ولا مع اللابتوبس كيف سيتم الاتصال بشكل فردي مباشر هذا ما تم فتم القضاء على النخبة نخبة الرضوان بأكملها حتى بعد هذه الضربة أيضا الكارثية يتم أيضا استهداف الضاحية ويتم اقتناص هدف بحجم قائل القوى الصاروخية قبيسي السؤال عندما تضرب أيضا هذه الغرات المكثفة وتعرف أين هي مرابط الصواريخ وأين هي الذخائر والأسلحة وتصورها قبل الضرب وبعد وتطرح على وسائل الإعلام ورأي العام العالمي ماذا تنتظر؟ الجواب معروف ومحسوم بأن الحرب أنت تكسبها في البداية عندما تقنى الساحة الداخلية بأنك تخوض هذا الحرب الدفاعيا وأنه لا خيار لديك سوى الاستمرار لذلك يقول نتنياهو القوة ثم القوة ثم القوة الآن قد يهاجم كثيرون من داخل إسرائيل وخارجها ولكن عندما تأتي النتائج هنا في الوقت المتحدة الأمريكية عزيزي كان نوع من الاحتفالية بما جرى في موضوع البيجرز والووكي توكي لأنه وصفت بأن أكثر عملية استخبارية تعقيدا التي تركت الأمور بحيرة هل هو اختراق سيبراني أم بشري وتبين في غضون أيام من هذه العملية أنه الاثنان بمعنى أن الانكشاف الذي حصل للحزب الله غير مسبوق ولا حتى في حماس يعني حماس صمدت أكثر من حزب الله بالرغم من الهالة التي كانت موضوعها على حزب الله بأنه هو درة التاج الإيراني هذه رسائل عزيزي هذه رسائل الآن يتساءل الذراع الإيراني في سوريا في العراق في اليمن إذا باعتوا إيران دعني أقولها صراحة إذا باعتوا بهذا الانكشاف ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ماذا تبقى؟ على من تراهن إذن؟ لذلك عملية تكرار السابع من أكتوبر من الجبهة الشمالية تعني انتحار حزب الله انتحار لما تبقى من كرامة وهيبة إيران وتفجير الساحة الداخلية اللبنانية التي قد لا تأتي الأمور كما تشتهي إيران وأذروها بمعنى قد تكون صحوة لبنانية صحوة رد اعتبار للجيش ويقول كفا لا حزب الله ولا غيره ولا مربعات أمنية ولا جزر أمنية ولا مقيمات أمنية كل هذا الوضع غير السوية يجب أن يتهي في أي دولة لها حدود ولها هوية وطنية ولها أضوية في الأمم المتحدة